هيدا البودكاست انتج حكواتي مرحبا مرحبا لجميع المستمعين بحلقة جديدة من حكي صريح مع دكتور ساندرين عبر حكواتي وبحب رحي بضيفة لليوم دكتور عطية محمود عطاقي استشار الأعصاب والطب النفسي والجنسي رح نحكي سوا عن تأثير الصحة النفسية على الحياة الجنسية لدى الرجال الوضع كان صعب على الجميع أثناء آخر ثلاث سنوات بين الكوفيد حرب أوكرانيا والأزمة الاقتصادية العالمية الثورة وانفجار مرفق بيروت بلبنان ومن ثم الأزمة السياسية والاجتماعية بلبنان كمان معظم الأفراد عم بيواجهوا عوامل بتزيد من توترهم وفيها تأدي للاكتئاب أو حالة قلق وتوتر إنما عنا مفهوم إنه الرجل الحقيقي شو ما كان الوضع بيرغب الجنس وبيجيوب جنسيا عند التحفيز هل الصحة النفسية تأثير أساسي على الحياة الجنسية الزكورية؟ وكيف ممكن الموافقة بين حياة فيها مستوى التوتر عالي وحياة جنسية صحية وممتعة؟ الجواب مع دكتور عطية أهلا فيك دكتور عطية اليوم رح نحكي عن التوتر والصحة النفسية وتأثيرها على الحياة الجنسية لدى الرجال إنما قبل بحب أنك تعرفنا عن حالك وعن اختصاصك أهلا دكتورة سندرين وأهلا بالسادة مستمعي حضرتك ومتابعين حضرتك أنا الدكتور عطية محمود عطاقي استشاري العصاب والطب النفسي والطب الجنسي بمصر والسعودية وعضو الجمعية الأوروبية والجمعية العالمية وجمعية الشرق الأوسط للطب الجنسي وباحث في الأمراض النفس الجنسية بجامعة ماسترخت دكتور عطية حسب دراساتك هل التوتر العام بسبب العمل والصعوبات المدية أو المهنية أو حتى العائلية فيها تأثير على الحياة الجنسية الزكورية وكيف بيصير هيدا التأثير؟ هناك ارتباط بين الصحة النفسية ارتباط وثيق بين الصحة النفسية والصحة الجنسية الاضطرابات النفسية مثل القلق والتوتر لها أكبر الأثر على الرغبة وعلى القدرة في ممارسة العلاقة الجنسية وخاصة في الرجال في بداية حياتهم الزوجية ليه بقى؟ لأن معظم الرجال اللي بيعانهم من القلق في خلال هذه الفترة أو في خلال ما يعاني من أعراض قلق أو توتر بيحفز المخ أنه يفرز هرمونات معينة هذه الهرمونات لها تأثير كبير في أن هي بتسبب تضييق في الأوعية الدموية ومن ثم بيحصل انخفاض تضفق الدم المحمل بالأكسوجين إلى العضو الذكري ممكن يؤدي إلى حدوث ضعف الانتصاب وبالتالي يؤدي إلى عجز جنسي هذه الهرمونات هي هرمونات الأدرينالين وهرمون الكورتيزون لهم دور كبير بهذا الشكل التوتر النفسي هو عبارة عن إحنا طبعا كلنا بنتعرض لمشاكل نفسية ففي أشخاص يتكيفوا وفي أشخاص لا يتكيفوا وبالتالي يؤدوا إلى ردود فعل من أن الشخص ده بيعاني من مشاكل جسدية ومشاكل نفسية ومشاكل عاطفية فالتوتر إذا أدى إلى مشاكل جنسية زي ضعف الانتصاب أو زي الرغبة ممكن يحصل نوع من أنواع قلة الثقة لهذا الرجل أو ضعف الثقة فضعف الثقة ما يخلهش أنه يروح يعمل علاقة تانية مع مراته لأنه يحصل له ضعف الانتصاب تاني وبالتالي يؤدي به إلى النفور وقلة الرغبة الجنسية وممكن يحدث لهذا المريض أنه هو الجنس الحقيقي يبتعد عنه ويدخل في الجنس الافتراضي زي العادة السرية بنشوفها كتير في العيادات العادة السرية وممارسة الشات الجنسي وما إلى ذلك من أنواع الجنس الافتراضي وهذا الشيء هل مرتبط بهالفكرة اللي عنا إياها أنه الرجل لازم دايما يكون عنده أداء جنس كويس كأنه هو دايما لازم يكون عنده رغبة وكأنه التوتر والصعوبات ما بتأثر عليه يعني مش أفكارنا الخاطئة حول الحياة الجنسية الزكورية اللي هي عم بتزيد نسبة الطلاقات وبركة عم بتزيد نسبة المشاكل الجنسية عند الرجال طبعا بعض الرجال نسبة قليلة منهم أن التوتر بيأثر عليه ويسبب له نوع من أنواع الإحباط والإجهاد والإرهاق وبالتالي ينفر من العلاقة الجنسية لكن معظم الرجال بيجدوا الضالة بتاعتهم ويجدوا أن الممارسة الجنسية واحدة من أهم العوامل التي تخفف من التوتر وقلقه وإرهاقه والمشاكل اللي بتحدثله في عمله كل يوم إزاي؟ في خلال هذه المرحلة وهو بيعمل العلاقة الجنسية وهو متوتر بيحصل حاجة اسمها إفراز هرمونات معينة زي هرمون الأكسيتوسن هذا الهرمون اللي احنا بنسميه هرمون المودة ربنا سبحانه وتعالى في كتاب الكريم بقول واجعلنا بينكم مودة ورحمة هذا الهرمون الذي يساعد على حدوث المودة والارتباط بين الزوجين ليس فقط كده لا ده هرمون هو بنسميه هرمون السعادة الزوجية ليه؟ لأنه هو هرمون بيفرز من خلال العلاقة الجنسية ككل حتى أنه بيستمر إلى خمس دقائق بعد الرعشة الجنسية أو النشوة الجنسية للرجل والست ليس فقط أنه هو مهدد لا ده هو مضاد للقلق ومضاد للإكتئاب وهو له مميزات كبيرة أنه هو بيقلل التوتر والقلق عند هذا الشخص في خلال هذه المرحلة أيضا بيفرز هرمون اسمه الإندورفين وده هرمون مضاد للقلق ومضاد للإكتئاب ومسكن للألام وأيضا في هذه المرحلة بيحفز الدماغ إلى إفراز هرمون البرولكتين ويقل هرمون الكورتزول اللي هو مضاد للقلق ومضاد اللي هو هرمون القلق وهرمون التوتر هذه الحالة إحنا بنسميها state of calm اللي هي حالة الهدوء عشان كده فعلا أن الناس اللي بيلجأوا أو الرجال اللي بيلجأوا أو المرأة بشكل أخاص اللي بيلجأوا إلى العلاقة الجنسية هما يعانون من التوتر ده شيء سليم جدا علميا بشكل كبير بفهم منك أنه ردة فعل الشريكة بيلعب دور بهالمشاكل اللي بيعاني منا الرجال شو مفروض تكون ردة الفعل؟ يعني هل مفروض يحكوا الشريكين يكون فيه سند أكتر بس يكون فيه هيك مشاكل؟ طبعا إحنا مجتمع زكوري طبعا إحنا المجتمعات الشرق أوسطية كلها مجتمعات ميل دومنت أن الهوية الزكورية السائدة في المجتمعات بتاعتنا بتعتمد على تصوير الراجل أنه هو المعيل الوحيد وهو الأسد في العلاقة الجنسية وأن المرأة هي المتقبلة تمام؟ لكن كما هو شأن كل هوية مفبركة وغير طبيعية فالهوية الزكورية تواجه بمقاومة من قبل معظم النساء كونها تتناقض موضوعيا مع الواقع الفعلي للمجتمع لذلك نرى اليوم ازديادا واضح لبعض النساء أن جزها ما اشبهاش جنسيا وهو عنده مشاكل جنسية بتروح تخلاعه أنا النهاردة شفت حالة بقى له شهرين مع زوجته فقط ومعملش ولا علاقة جنسية نظر اللي هو عنده مشكلة جنسية ضعف جنسي نفسي بعدها بشهرين طلعت منه وكان السبب أنه هو عنده مشكلة جنسية فإذن دلوقتي أن موضوع العلاقة الجنسية هي علاقة ثنائية فالمرأة لها دور كبير في العلاقة الجنسية بشكل كبير كما لم نكن نتوقعه ردة فعل الشريك ده بيعتمد على عامل مهم جدا وهو عقلية الشريك وتربيته الجنسية السليمة إذا كان عقلية الشريك وتربيته الجنسية صحيحة وسليمة ده ممكن يؤدي إلى أن هي بتقول لزوجها أنت عندك مشكلة لازم نروح للطبيب لازم نروح للمعالج عشان نحل هذه المشكلة ده في بعض الزوجات في أخريات بيصل بهم مرحلة أن هم ينهروا أو يحصل لهم تنمر على زوجهم وبالتالي يؤدي إلى الموضوع بيزيد أكثر من الأول لأن ممكن الزوج يتأثر بالكلامة وتأثر بإفعال الزوجة لأن الموضوع الجنسي بالنسبة للرجل يعني أنا يعني العلاقة الجنسية للرجل أو الجنسي بالنسبة للرجل يعني تمثل شيء مهم في شخصيته فهي إما تؤثر عليه وتؤدي إلى قلق ومشاكل بينهم وتؤدي إلى الانفصال ونسبة كبيرة جدا من الناس المطلقات ودي دراسة عربية في المجتمعات العربية 75% من المطلقين نتيجة المشاكل الجنسية يعني ما حصل لهم مشاكل جنسية فطلق بسببها أو يحدث أن الشريك بيحصل له نوع من أنواع الكتمان يكتم ويغضب ونفس الفكرة أن الغضب وأن الكتمان ده ممكن يؤثر على العلاقة بين الزوجين فيحصل نفور كبير بينهم في كل جوانب الحياة الزوجية وممكن يؤدي بيهم إلى الإنفصال فالثلاث ردود دول بيعتمدوا على عقلية وعلى تربية الشريك الجنسية الصحيحة بما أنه عم تحكي عن العلاج كيف بيتم العلاج عادة العلاج بيعتمد على نوعين هل هذا المريض يعاني من مشاكل عضوية ولا هذه مشاكل نفسية المشاكل العضوية هل فيه مشاكل في الأمراض الكلا عنده أمراض كلا عنده أمراض كبد عنده مشاكل في الغضة الضرقية عنده مشاكل ارتفاع هرمون البرولكتين أو هرمون الانقفاض فيه هرمون التستسترون كل هذه العوامل تؤثر على الحياة الجنسية بشكل خاص فإذا كانت هذه العوامل عضوية مش موجودة وعملنا لها فحوصات والمريض لا يعاني منها فإذا الموضوع أو الحالة بالمريض يعاني من مشكلة جنسية مصدرها نفسي نعليك أزاي دي بتعتمد على تعتمد على على وعي وخبرة الطبيب إزاي؟ المريض بيفصل العلاج النفسي بناء على الأعراض اللي موجودة فإذا كان المريض يعاني من قلق وعنده مشكلة جنسية نعطيه علاجات نفسية والعلاج النفسي نوعين يأما علاج سلوكي معرفي يأما علاج دوائي وده برضو بيعتمد على على رؤية الطبيب المعالج فإذا كان المريض المشكلة مش قوية أو يعني نقدر نقول عليها بسيطة إلى متوسطة إحنا ممكن نتدخل بالعلاج السلوكي المعرفي طيب إذا كانت المشكلة قوية جدا وعراض القلق عالية جدا ننظر هل هو عنده مشكلة جنسية وإيه؟ هل هي عنده رغبة؟ هل هو عنده مشكلة في الرغبة؟ أو مشكلة في الانتصاب؟ أو مشكلة في القصف؟ فبناء على هذه الأعراض الطبيب يعطي مضادات اكتئاب تتناسب أو مضادات قلق تتناسب مع طبيعة المرض اللي موجودة لأن معظم مضادات القلق ومضادات الاكتئاب بتؤثر على الرغبة وتؤثر على الانتصاب وتؤثر على الرعشة الجنسية أو النشوة وتؤثر على القصف عشان كده مهم جدا أن الطبيب أن يكون حازقا ويكون متفحما وفاهم كويس جدا العلاجات طبقا لما يعاني منه المريض يعني زي ما قلت حضرتك أن 19% من الحالات بتاعتنا بتوقف العلاج نتيجة المشاكل أو الأثار الجنسية بس دكتور عطية السؤال اللي عندي عندك هو الأشخاص اللي عندن OCD يعني اللي بيكون عندن نوع من الوسويس كتير منحكي عنه الوسويس الكهري وكتير منتفكر أنه في أشخاص عندن OCD بركة أكتر بكتير مما هو بالحقيقة هل زيد مع الكورونا وهل بيأثر على الحياة الجنسية اللي هو الوسويس؟ نعم الوسويس دي الوسويس واحد من أهم الأمراض الجنسية واعتبر أكثر الأمراض انتشارية انتشارا في الوطن العربي وإن كانت الأبحاث قليلة ولكن الخبرة هي التي هي هي الواضحة ما يقرب من طبعا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي هم عندهم وسويس طبعا الوسويس هو عبارة عن أفكار أو تخيلات أو أفعال خاطعة خارجة عن إرادته وتعدي به إلى قلق وتوتر طب هو الأفكار دي ممكن تيجي عن طريق الجنس الأفعال دي ممكن تتبع من خلال الجنس أنه هو بخاف ينام مع مراته فيتلوس أو يحصل نوع من النجاسة وبالتالي يبعد عن العلاقة الجنسية بشكل كبير تمام ففي خلال هذه الفترة بيحصل حاجة اسمها خلل في العلاقة اللي احنا بنقول عليه إترا بيرسونال أند سيكشوال ريليشنشب وبالتالي اللي هي تؤدي إلى إيه؟ تؤدي إلى قلق الشريك وبالتالي قلق الشريك ده ممكن يود به إلى أشياء أخرى ممكن يروح يلجأ إلى الجنس الإفتراضي زي إدمان العادة السرية وإدمان الإشهات وما إلى ذلك تمام؟ للأسف الشديد إن 73% من الناس اللي عندهم مشاكل جنسية نتيجة الوسواس عندهم سترونج يعني عندهم مشاكل عدم رضا في العلاقة الجنسية وعدم تشبع في العلاقة الجنسية بشكل كبير عايزة أوضح حاجة دكتورة سندرين إن معظم الأمراض الجنسية النفسية بترتبط بشكل كبير بالأمراض الجنسية إزاي؟ يعني في بعض الدراسات بتقول إن مريض الوسواس عنده نفور جنسي بشكل كبير وعنده نوابات هلعة نفس الفكرة نسبة كبيرة من أمراض القلق العام وأمراض الرهاب الاجتماعي أو القلق الاجتماعي عندهم سرعة قصف وفي نفس الوقت برضوك عندهم نفور جنسي نفس الفكرة برضوك العيانين اللي هم عندهم بانيك أتاك اللي هو نوابات الهلع أحيانا بيب عندهم مشكلة في النفور الجنسي ويبتعد عن زوجته العيانين اللي هم عندهم اضطراب القرب من بعد الصدمة عندهم نفور جنسي وعندهم قلة رغبة جنسية بشكل كبير ففي دراسات كتيرة وضحت الارتباط بينها بين الأمراض للقلق عموما وبين الاضطرابات النفسية بشكل خاص بها الحال بما أنه نحن عم نشوف أنه التوتر بيأثر على الحياة الجنسية الاكتئاب بيأثر على الحياة الجنسية وأنه الوضع الجنسي عفوا الوضع النفسي كثير بيأثر على الحياة الجنسية الزكورية والعكس صحيح كمان شو بتنصح أنت كطبيب نفسي تنحافظ على حياة جنسية مرضية بالرغم من المشاكل الجنسية وصعوباته طبعا طبعا زي ما قلت لحضرتك ان الارتباط كبير وده اللي انا قلت له في السؤال اللي قبل كده ان فعلا المشكلة الجنسية تؤثر زي ما قلت لحضرتك ان هي الموضوع بايدا يريكشنا علاقة سنائية الاتجاه ان لو في اكتئاب او لو في قلاء او لو في توطر يؤدي الى مشاكل جنسية والعكس ان المشاكل الجنسية اذا لم تعالج بشكل صحيح تؤدي الى اكتئاب وقلق تمام واحيانا تؤدي الى وسواس واحيانا تؤدي الى يعني في بعض الحالات لما يكون عنده صدمة من اول علاقة جنسية وخاصة في السنوات الاولى من الزواج لان احنا عندنا السنوات الاولى من العلاقة او من الزواج بيظهر امراض جنسية عالية زي مثلا قلق الاداء احيانا بيحدث انفصال بيب الراجل يستمر طيل حياته ما يتجوز لانه خايف يؤدي الى يفشل في العلاقة الجنسية مع الزوجة الاخرى تمام احيانا بعض الناس بيدخلوا في وساوز جنسية انه هو مش هيؤدي مش هيؤدي ومشغول بالمرأة ومشغول بالجنس ومشغول بالعلاقة فيلف الاطباء كتير ويفحص كتير ويعمل تحليل كتيرة بشكل كبير ده يؤدي به الى التوهم المرضي اللي هو قلق المرض بمعنى صحف التشخيص الحديث الان من خلال مرض الضعف الجنسي انه هو عنده ضعف جنسي زي ما جات لحالة اليوم انه هو عنده ضعف جنسي هم عندهش ضعف جنسي هو عنده قلق منه فده وسواس من خلال العلاج بشكل كويس وبشكل صحيح وبروتوكول عند طبيب فاهم الحالة بتخفي بشكل كبير انا عندي تلات نصائح مهمين جدا جدا للحالات اللي زي دي اول حاجة ادارة الضغوط نمر اتنين ترتيب الاولويات نمر تلاتة ضبط الانفعال لو كل واحد تبنت تلاتة دول او حاول بقدر الامكان يحل التلاتة دول في حياته بفضل الله تعالى التوتر القلق مش هيؤثر عليه بشكل كبير الا اذا كان مرض وان الشخصية بدأت ايه بدأت تؤثر على وان الاعراض دي بدأت تؤثر عليه بشكل كبير فالتلاتة دول مهمين جدا 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 مع ممارسة الرياضة واحدة من اهم الافعال اللي المفروض نعملها لان هي بتطلح هرمونات مهمة جدا وبتزود من الرغبة وبتزود من العلاقة الجنسية لما يكون اه واحد عنده مشكلة رغبة جنسية لازم يفحص العلاقة اللي بينه وبين زوجته تمام لان معظم الدراسات بتدل او بتشير على ان ضغوط العلاقات والصراعات عامل قوي في انخفاض الرغبة الجنسية مقارنة بالانواع الاخرى من التوتر وده في كل من الرجال وايضا النساء اهتمام الشريك برضى شركته ده مهم جدا اهتمام الشريك برضى شركته ده مهم بشكل كبير جدا 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 ان شاء الله دكتور عطية قبل ما ننتقل اسئلة المستمعين رح نعطي بعض النصائح عن كيفية التعامل مع التوتر وانخفاض الدافع الجنسية كيف فيك تتعامل ام فيكن تتعاملوا مع الاجهيد النفسي وانخفاض الدافع الجنسي الواحد فيه خفف من توتره وفيه حافظ على حياة جنسية جيدة خاصة اذا عطى وقت ومجهود لحياته النفسية والجنسية رح نعطي بعض النصائح كرميل تقدروا تحسنوا حياتكم النفسية والجنسية اولا انه بعرف انه هيدا الشيء اسهل انه نقوله مما طبقه بس الواحد بده يقدير يديري الاجهيد طبعوله يعني بده يعرف يعمل stress management يعني ادارة للتوتر وسترس طبعوله اذا عم بتحسوا انه ضغوط الحياة وسترس عم بيأثروا على رغبتكن الجنسية اول شغلة لازم تعملوها هو انه تخففوا الاسترس بشكل عام يعني بدكن جربوا تعكسوا الاستجاب تبعولكن للتوتر باستخدام تقنيات استرخاء تكون فعالة وفي كتير انواع من التقنيات للاسترخاء لانه بالنهاية الاسترس مش بس بيوترنا وبيضيقنا انما بيؤدي لاترابات هرمونية وكيمائية بجسمنا وبيعائلنا لذلك بيأثر على صحتنا النفسية وعلى صحتنا الجنسية كمان ففيكن جربوا كذا تقنيات لتخفيف التوتر تبعولكن بركي في منهم مش سمعين عنهم وبركي في نوع سمعين عنهم اول طريقة هو العلاج العطري ام الاروماترابي لانه نحنا بنعرف انه التنفس والرويح كتير بتأثر وكتير فيها تأدي للاسترخاء لذلك تانية تقنية للاسترخاء ولها كمان ادارة الاسترس هي تمارين التنفس ام البريذينج اجزرسايسيز في عنا كمان اللي منسميه القايد امجري يعني التصور الارشادي لهو انو تلحقوا سيناريو بيخدكن لمحال وين انتو بتحسوا انكون مسترخيين وبتحسوا بالامان عادة هذا السيناريو بيخدكن لمحال منسميه السيف بليس ام المحال الايمن وين عن جد بتحسوا بهدوء واسترخاء الطريقة الرابعة هي اللي منسميه الجورنالينج اللي هي اللي كتابة افكاركن وكتابة شو عم بيصير معكن من افكار وعواطف يوميا بكتايب صغير كرميل انتو تقدرو تليحوا افكاركن وعواطفكن وهذا الشي كتير بيخفيف من التوتر تبعولكن خيميس الطريقة هي التأمل او الميديتاشن اللي كلكم تعرفوها وصار في كتير تطبيقات فيكن تستعملوها كرميل تفوتوا بالميديتاشن ام بالميدفولنس حتى وساديس طريقة هي استرخاء على العضلات التدريجة ام البروغاسف مصر ريلاكسيشن اللي فيه كمان يساعدكن انه تديروا سترس سابولكن علما انه عنا كذا حلقة عن التنفس تمارين التنفس وكمان التأمل والاسترخاء اذا حابين تسمعون كرميل تخففوا السرس تبعولكن منكن كمان تستكشفوا تقنيات تسمحلكن انه تتأقلموا مع وضعكن الفردة بدل ما تحسوا بنفس الاجهات كل يوم تاني طريقة هو ان الواحد يفكر بعلاقته لانه بس الواحد يكون عنده انخفاض بالرغبة الجنسية كتير مهم انه يتطلق ام ينظر لصحة علاقته بتبين للدراسات انه ضغوط العلاقات والسرعات والنيزاعات فيها تكون هي عامل كتير قوي بانخفاض الرغبة مقارنة بالانواع الاخرى من التوتر يعني بارك ما انه سترس العام اللي بيأثر على رغبتكن بس السترس اللي موجود بيعلقتكن وهذا الشي مضبوط لكل من الرجال والنيزاع بيبقى انه رضا الشريك ورضاكن بيأثر على الرغبة الجنسية اذا ما بتحتموا بالشريك هذا الشي كمان في قد لتدني بالرغبة عند الشريك كرميل الواحد يضبط علاقته بده اول شي يصحح الحوار يعني يشوف اذا عن جد عم تقدروا تحكم مع بعض بطريقة صحية منوما تكونوا عم تتعدوا لفظيا على بعض وهذا الشي كتير مهم وكتير مهم كمان انو تقدروا تدعموا احتياجات الشريك تابقوا لكن واذا ما قدرتوا تعملوا هالشي لوحدكن اكيد فيكن تشوفوا معالج نفسي ام معالج للزواج ام علائقي ام حتى معالج جنسي تالت نصيحة اذا عم بتحسوا بتوتر ام سترس هذا شي عم بيأثر على رغبتكن هو انو تتمرنوا سوا وميرسة الرياضة سوا طريقة رائعة تتخلصوا من التوتر بس كمان بتعزز الساقتكن بنفسكن وهذا الشي رح يعزز رغبتكن الجنسية وكمان هذا الشي بيسمح لكن انو تعملوا شي مع الشريك وتتقربوا من الشريك ففيه ساعتكن الركض السريع او المشي المسا سوا تتحسوا انو في اكتر ترابط اسنق ما يكون فيه هالفرز للاندور فين انتو عم تمشوا ام انتو عم تركتوا فيكن كمان تمارسوا اليوغا سوا وهذا الشي فيه يعطيكم طاقة جديدة بغرفة النوم واذا ما بدكن تروحوا على محل وين تتعلموا اليوغا سوا فيكن كمان تحضروا مقاطع فيديو ام فيكن كمان انلاين تلاقوا بعض التمارين اليوغا المشتركة كرميل انتو تجربوا هالشي سوا رابع نصيحة وهيدا الشغلة كتير مهمة السلف كير يعني ميرسوا الرعاية الذاتية فالواحد صعب انه يشعر بالرضى من الممارسة الجنسية اذا ما بيكون حاسس بالرضى عن نفسه وهيدا الشي عادة الرجال ما بيهتموا فيه ما بيهتموا بحالهم لازم تهتموا بصحت كون اهتموا ب كمان اكلكون تبعوا نظام غذائي صحي ميرسوا الرياضة نيموا مظبوط ميرسوا تقنيات ادارة السرس دللوا نفسكن استمتعوا بوقت التأمل الذاتي and mindfulness and meditation تقدروا تكونوا مرتاحين مع نفسكن وساعتها بتزيد بتكون الجنسية ما لازم ننسى ان الواحر لازم كمان يتخلص من العادات الدارة مثل التدخين والإفراد بتناول الكحوليات اللي بتأثر مش بس على رغبتكن الجنسية إنما على صحتكن ككل كل ما بتقدوا وقت بالرعاية الزيتية ساعتها عم تكونوا بتاعتوا وقت تتبنوا سئة بالنفس وشعور بالجاذبية والحيوية أكتر وهذا الشي رح يحسوا الشريك تابولكم خامس النصيحة خصصوا وقت لبعضكم البعض في كتار من الأشخاص بس يكون عندهم سترس وبيكونوا كتير مشغولين ما بيعودوا يعطوا اهتمام للشخص التاني لأنه بيحسوا حارون كتير تعبنين ما بيعود عندهم طاقة وما بيعود عندهم طاقة أصلا للحميمية للشريك وللجنس لذلك لازم أنتوا بالجدول تابولكم أنوا تحطوا وقت للشريك لازم تكونوا مخصصين هذا الوقت بالجدول تابولكم مش ضروري يصير فيه ممارسة جنسية فيها بس لازم تكونوا سوا وتشاركوا سوا أفكاركن همومكن أخبرتكن لازم يكون فيه وقت لألكن فالواحد ما لازم ينسى الرومانسي وفوته بحياته حتى إذا هو مشغول ما لازم كمان ينسى المغيزة لمسلا الصباح والمدعب الصباح مدوم هيدا الشي قد لممارسة جنسية وإثناء النهار تبعته رسالة للشريك أما الشريكة لازم الواحد أنه يهتم بالشخص التاني ويهتم بعلاقته كمان فيه ساعد أنه تحطه موسيقى تحطه عطور تحطه شموع بس تكونوا موجودين مع بعض هيدا الشي بيزيد الاسترخاء والرمانسية سادس نصيحة ركزوا على الإحساس ومش على الجنس كثير الرجال بس بيركزوا على الانتصاب وعلى ممارسة الإلاج وبينسوا كل شي غير وبيستعجوا على الإلاج لا قوة اللمس هي وسيلة قوية للتخلص من التوتر ومش ضرورة تشمل الجنس يعني مسكوا إيد الشريك خصصوا وقت للإحددان خصصوا وقت لبعض وحيدا الشي رح يسمح للهرمون الأوسيتوسين أنه ينفرز بتصيروا أنتو عم تحسوا حالكم قربين من الشخص التاني بس هيدا الشي كمان بيخفف من التوتر تبعو لكم ما تنسوا تكتشفوا بعضكم من خلال تدليق بعضكم البعض اللمس هي طريقة رائعة تالواحد يظهر المودة للشريك مدون ما يكون فيه ضغط مدون ما يكون فيه توقع جنسي والتركيز على اللمس بدلا عن الجنس هيدا الشي رح يعطي استرخاء ورح تجع تليقوا المتعة والحمامية وهذا الشي رح يزيد رغبتكم كمان بالتقارب وبالنهاية لمبارسة الجنس دكتور عطية أجينا تعليقات وأسئلي عن الموضوع ورح نجاوب على البعض مننا فيه سيدة عم بتقول أنه جوزة ما عم بيبادر أبدا بممارسة الجنس لأنه عم بيضل تعبين ولأنه عنده كتير شغل عم تسألنا إذا الشغل والتوتر فيهم يأثروا على رغبة الرجل زي ما قلت لحضرتك أن أول حاجة لابد أن احنا نفحص هذا على المريض ونعرف أن المشكلة اللي عنده هل هي عضوية ولا جنسية أحيانا من ضمن أعراض الاكتئاب التي ليست ظاهرة وهي أن المريض دايما تعبان وأنه بيهرب من العلاقة الجنسية لأنه ما عنده رغبة جنسية فبيهرب وبيعطي نوع من أنواع المبررات ده رقم واحد ممكن يكون هذا المريض عنده اكتئاب فلابد منفحصه عند طبيب نفسي رقم اثنين هل في مشاكل بينك وبين زوجك لو في مشاكل بينك وبين زوجك وانت مش منظفة نفسك أو انت مش مهتمية بزوجك العلاقة الجنسية في الدماغ ومش في الأعضاء لابد أن يكون تتميز بالإرياحية وبالراحة وبالوقت الكافي وبالمصادقة تمام لأنه علاقة ثنائية رقم ثلاثة أحيان ممكن يكون هذا الزوج عنده رغبة جنسية تجاه الرجال لو هي مش عارفة فغالبا لو بد أن يفحص عند طبيب نفسي متخصص بالعلاقة الجنسية نشوف رغبته نشوف إيه المشكلة التي تسبب عدم مبادرته في العلاقة الجنسية وزي ما قلت لحضرتك أن أكتر سبب ممكن نعزيف هذه الحالة هو الاكتئاب ممكن يكون في أعراض اكتئاب قد تكون ظاهرة من خلال هذا من خلال العلاقة من خلال المشكلة الجنسية لكن مش زي الاكتئاب العادي لأن معظم الرجال ما بيبدروش بالمشكلة النفسية إحنا بنلاحظ عليهم فأحيانا بيجي بسلوك عنيف أحيانا بيجي بغضب برد فعله قوية بيبتعد عن الجنس دايما عطول يهرب من العلاقة الجنسية كل دي أعراض نوية للاكتئاب فأنا أنصح الأخت المستمعة أن هي تعرض زوجها على طبيب متخصص في الأمراض النفسية إن شاء الله في رجل عم بيسألنا دكتور عطي عم بيقلنا أنه فقط شغله عمله من ستة شهور وما بقى بحس بأي طاقة جنسية وأنه شريكته ما عم تتفهم الموضوع ومفكرة أنه ما بقى بحبه عم بيسألنا كيف يفسر له أنه اللي عم بيشعره ما له علاقة فيها وإله علاقة هو بالاكتئاب طبعوله بدون ما يبين ضعيف طبعا إحنا عندنا في حاجة اسمها الطراب عدم التكيف مع اكتئاب الطراب عدم التكيف مع قلق يعني أعراض الاكتئاب اللي إحنا قلناه في بداية الحلقة ممكن نتيجة واحد فقد عمله نتيجة واحد تغير من مكان دوامه من مكان إلى مكان آخر وما تكيفش نتيجة واحد حصل له وفاة فقد عزيز كل ده ممكن يؤدي إلى حاجة اسمها عندنا في الطب النفسي اضطراب عدم التكيف نتيجة الاكتئاب وطبعا من ضمن أعراض الاكتئاب إنه أساسا ما عندهوش راغبة جنسية ما عندهوش أي نوع من الراغبة الجنسية ولا عنده اشتياق بزوجته فطبعا كلمة إنه زوجته مش متفاهمة لأن احنا عندنا في الوضع في الوطن العربي عموما مجتمعات العربية إنه رجل لابد يكون يشتغل وإنه هو طول النهار في العمل والمرأة في البيت فده ده أنت وشوف جوزك ما هو راجل ما بيشتغلش بقاله ستة شهور راجل عنده مشكلة راجل فقد الوظيفة الفانكشن بتاعته في الحياة مش موجودة فهمتني لازما على الأقل أعف أنت جنبه وانت تروح تبدري بالعلاقة وما تزعلش وتعالى وحاول أن أنت ترفع عنده الثقة بالنفس أحيانا دراسات اتعاملت دكتورة سندرين إن معظم المشاكل الجنس الافتراضي وإن مشكلة الإدمان العادة السرية للراجل أو للست ده بسبب المشاكل الجنسية إن هي إن هي بتبتعد عنه وهو بتبتعد عنها لابد أن يكون هناك حوار وتفاهم وأن يفهم كل شريك طبيعة شخصيات وطبيعة الطرف الآخر عشان يقدروا يحاولوا إن هما يعيشوا مع بعض بشكل كويس وإحنا دايما نقول إن العلاقة الجنسية ما هي إلا علاقة مودة ورحمة بين الطرفين لابد إن هما الاثنين يفهموا طبيعة بعض بدون ذلك يحصل مشاكل جنسية ومن ثم تؤدي إلى الطلاق مضبوط وبما أنه أنت حكيت عن الوفاة وكيف يأثير على نفسية الشخص فيه كمية رجل عم بيقلنا أنه منذ وفاة والدته ما بعب يشعر بالرغبة الجنسية وأنه العلاج النفسي حسن له مزاجه إنما ما حسن الرغبة الجنسية شو فيه يعمل بهذه الحالة طبعا زي ما قلت حضرتك في السؤال اللي فات أو المستمع اللي أسألنا السؤال اللي فات إن الوفاة عزيز ممكن يؤدي إلى عراض اكتئاب ومن ضمن أعراض الاكتئاب الرغبة الجنسية بتنخفض فأنت بتقولين إن العلاج النفسي فاده صح؟ ما أنا قلتها لك في الأول قلت لك هو تفصيل الدواء بيعتمد على الطبيب إنه هو شايف المريض عنده اكتئاب نتيجة وفاة والدته تمام فعدت إلى رغبة جنسية فإذا أنا لما أنا أعطي الدواء النفسي أراعي المشكلة دي أراعي هذا العامل اللي هي الرغبة الجنسية تمام فإذا لما أعطيه العلاج أعطيه مضادات اكتئاب ما تشتغلش على الرغبة الجنسية في أدوية لا تكاد تكون يعني كثيرة بس في عدد محدود منها بيشتغل على الاكتئاب دون أن يؤثر على الوظيفة الجنسية فأنا أنصحه بأنه هو يروح للطبيب المعالج يغير له العلاج النفسي ويبدله بدواء تاني مضاد للإكتئاب ما يأثرش على الوظيفة الجنسية دكتور عطية بنا نذكر أنه الرجال كمان فيهم يعانوا من اكتئاب من حالات توتر أنه العلاجات متوفرة أنه لازم يحكوا مع الطبيب تبعولون أنه لازم كمان يحكوا عن مشاكلهم الجنسية كما يتلقوا العلاج المزبوط وأهم شي ما يوقفوا أدويتهم إذا حسوا بعوارد جانبية جنسية أنه يحكوا مع الطبيب عن هيدا الأمر عن العوارد الجانبية تنغير له تالطبيب يغير له الدواء وكمان اليوم كتير ركزنا على الشريكة وعلى النساء بس ركزنا على الموضوع لأنه كثير من السيدات بيعتبروا أنه الرجل لازم دايما يكون عنده طاقة وأداء جنسي وهنا وهنا في حاجة أن الشركان يحكوا مع بعض أنه يكون في سند بين اتنين طبعا إذا هي عم بتعاني من مشاكل جنسية كمان نطلب من الرجل أنه يسندها أنه يتفهمها أنه يليقوا يفتشوا على حلول سوى بدل ما يصير في طلاق مخيانات إذا فينا نعالج الموضوع طبعا وهيك بتنتهي حلقتنا لليوم شكرا لكل مستمعينا شكرا لك دكتور عطية مثل العادة بدي أشجعكم تبعتوا أسئلتكم بخانة التعليقات وما تنسوا تشتركوا بالبودكاست يلا باي باي تشتركوا في القناة